مشاهدين للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في الاستيديو السيد عبدالله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالوكالة في الهيئة العامة للطيران المدني بداية سيد عبدالله انرحب فيك ويعني لو تحدثنا عن أهمية هذا المركز وماذا سيقدم والله هي فكرة يعني بدأت في 2009 وجد أن منذ عام 1960 لم يكن هناك أي مركز يقدم خدمات للتنبات وتحذيرات للخليج العربي فالفكرة في 2009 طلعت وحاولنا يعني نصل إلى منتج معين والحمد لله رب العالمين تكلل بالنجاح وسنفتتح المركز يوم غد وهذا الشغل يعني امتد على حوالي خمس سنوات يعني سابقة في مشيئة طيب يعني ما هي آلية عمل هذا المركز أو نظام العمل لديكم في المركز العمل في المركز يعني هو استمرار لنفس الآلية السابقة ولكن بما أن المسؤوليات كثرت رح تكون الآلية تمدة على يعني رح تكون منتجاتها الدولية أكثر مما هي عليه وبناء على مذكرة التفاهم مع جمهورية باكستان زادت رقعة يعني التنبات والتحذير حيث سوف تكون على الخليج العربي وبحر العرب وخليج أذن وستكون هذه التنبات على مدى مرتين يوميا سوف تطلق عبر الاتصالات العالمية للمستفيدين من هذه التنبات والتحذيرات طيب سيد عبد الله يعني هذه التنبات وهذه المعلومات أو المخرجات التي سيخرج بها هذا المركز هل هي خاصة بدولة قطر أمس تعمم على جميع دول المنطقة؟ بما أن المركز معتبت قبل منظمة الأرصاد الجوية العالمية فهو أيضا في نفس الوقت يعتبر مركز لتجميع وتجهيز المعلومات عالميا فالمعلومات سوف تأتي من دول خليج كافة تأتي للمركز يعاد تجميعها ويعاد إرسالها مرة أخرى للمستفيدين مع استمراره بتقديم خدماته لدولة قطر ولسواحل قطر بمشيئة الله طيب ذكرتم أن التكنولوجيا المستخدمة والتي ستستخدم في هذا المركز هي جديدة في المنطقة وأيضا فريدة من نوعها يعني حدثنا عن هذه التكنولوجيا هي لا يستطيع فريدة لذلك درجة ولكن فريدة تعتبر في مجال الأرصاد الجوية يمكن المواطن العادي لن يحس بذاك الاختلاف ولكنه مختلف بالنسبة لنا كأرصاديين نعم سيد عبدالله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالوكالة في الهيئة العامة لطيران المدني شكرا جزيلا لك على هذه المعنوات شكرا لك